اتحيي لكم من الجديد مشاهدين وبعدنا مستمرين معاكم في فقراتنا المتنوعة ويدين اللي عندهم الموهبة لكن ما يكتشفونها والإيمان بالموهبة هو أول طريج للنجاح الفن مشواره طويل وأول خطوة فيه صارت صعبة مع كثرة الفنانين أنصح التعبير ولكن يبقى للصوت الجميل مكان في أذان كل من يحب الطرب والفن الأصيل ضيفنا في هذه الفقرة فقرة الخميس الفنية الشاب والفنان راشد الزعيم يا هلا ومرحبا وشكرا لوجودك معنا في هذه السهرة اللي ستكون مميزة أكيد بوجودك إن شاء الله بوجودكم لكم الله يسلم الله يحبك حييك طبعا راشد ونحن كعادتنا نريد أن نغيرها طبعا نريد أن نسمع شيء مباشرة لجمهورك التهديهم على البداية على طول رحال برحال فرن معنا لحنا خبز مطلع لا يوجد لدينا وحد نين ما تسمعنا خبرنا على الأغنية عن كلمات أو هل هي أغنية موجودة أنا عندي أغنية بلألي من ألحاني وكلمات حالد أطراش وتم توزيعها بسوريا وسجلتهم بالستوديو حاتم العراقي جميل ميكسو مستر عبود زيادة معروف طبعا نوجهنا متحية أكيد كل هذه الأسماء نحن أغنيتك نريد أن أغنيها على بردي شوي على صور نباك أنت الأغنية التي تستهويك تحب تغنيها والذي الناس دائما تطلبها راشد أنت صوتك حول في هذه الأغنية مثلا معنا صوتك ما شاء الله سلامي منقول شو رأيكم سماعكم هيك موال لوديع الصغر خذ راح تقول الله خلاص سألتك على آخر عندك المايك من يوم من يومين كنا صغار لملم صد حكاية خلف الدار مدري حلم مدري شي غافو التعاين صرنا يا قلبي باخر المشوار عكل مفرق ليل بيسافر أمر آه أمر ببعث مع حكايات وهمهم صور آه صور ببعث معهم رسيل وغنان الهواء تا يسعد العشاء تا يسعد العشاء ويطول الصهر يا ليل كل ما سنونه فارقت أرميدها بغيب من عمري سني كل ما العريش بك تعنى إيدها تكبر دنيا تصغر دنيا كل ما سنونه فارقت أرميدها بغيب من عمري سني كل ما العريش بك تعنى إيدها تكبر دنيا تصغر دنيا وبعدك يا قلبي تبعث مرسيل بتجرح مواوي تكبر دنيا الله الله ما شاء الله عليك يعني تعرف راشد دائما للفنان أو رح يقول اللي عنده صوت جميل مش فنان لأن أنا أحفظ الألقاب النجم الفنان هذه تقدر صراحة رح يقول اللي عنده موهبة تقول لغني لي موال يمكن يرتعب أو يخاف يقول لك لا رح أغني لك الغنية سريعة لكن مدى الصوت يبين فعلا في الأغاني اللي فيها مووويل الموويل يعني لو ما كانت هي مثل ما أنت إلتي ما كانوا غنوها العظماء مثل الوضاع الصافي ومثل يعني كثير فنانين قبل عرفتي بس إذا تكلمنا عن بداياتك خلنا نعرف الجمهور أكثر ومشاهدينك نعرفهم على راشد الزعيم أوكي راشد الزعيم مطرب أول بدايته إن شاء الله كلي التوفيق بلشت غني من كان عمري تقريبا 11 أو 12 سنة غنيت أول مرة على ستيج كان عمري 14 سنة جميل بسوريا وكانت طبعا وهرة كبيرة لأنه تارفي أول مرة و14 سنة ومسرح كبير يعني وكان عم بحضروني فنانين بغض النظر عن الأسماء عرفتي بوجه لهم تحيات كلهم بس لأن أخبينا ولكن أبدا أنسى أحداً. كملت مسيرتك؟ من هناك يعني في بذكر الفنان حمام خيري فنان سوري معروف. نعم. يعني من يومتا كان عم بيشجعني كثير وحفز أهلي أنه لازم يدرسوه لازم لازم تشتغل عليك. أرمال بإذن الله يعني على كبر الواحد تعرف. يستثمرون الصوت هذا الجميل. لازم يستثمرون هذه الكلمة. سقل على الصوت الجميل أكيد. ومن وقتها يعني بلشت وعملت غنيتي لحالي. يعني أنا اللي أنتشتها. ما شاء الله. وإن شاء الله يعني لقدام بدنا نعمل يكون فيه شغل أكيد. أكيد طب زير راشد أنت تقول يعني بديت من عمر 11 سنة. وبعدين صاعت على خشبة الإنقاء والغنى والمسرح يسامونها عمر 14 سنة. في هذه الفترة من الاكتشافك وكيف دعمك؟ هلا الوالدة أكتر شي هي كانت الدعم الأساسي يعني. الله يحفظه. أنا كنت صغير كنت دائما نحن نلعب بلاي سيشن أو نحن على الكمبيوتر. كنت لا يحاطين أغاني وعم نغني. مرة من المرات كنت عم غني غنية للفنان عاصي الحلاني. نعم. وسمعتني. وأنه جهلة تحية أكيد. أكيد طبعا تحية كبيرة للفنان. سمعتني أمي قالت لي أن أنت راشد كثير صوتك حلو يعني. من أين تغني؟ أقول لأنا دائما مغني يعني أنه لا أعرف أنه صوتي حلوة أو لا. ومن وقتها يعني بلاشت أنا صير شوي شوي لحالي تعرفي الدرب و. يعني كان في موهبة. بعد أن أنت سقلتها أكاديميا ولا كملت أنه فقط تدريبات الصوت بين فترة و الثانية. يعني دراسة السلم الموسيقي النبرات العرب إلى آخري طبعا أنا ما عارف فيها. بس يعني أن تسمى الدراسة الأكاديمية في الفن. درستها ولا كملتها كموهبة. أنا درست بس مو ما تعمقت كثير بالدراسة فيها. لأنه بتعرفي أنا لسه عمري صغير و. ما شاء الله عربك صحيحة كل اللي قلتها. لسه عم بدرس جامعة وكنت عم بدرسة. كل التوفيق. ما كنت عم لاقي الوقت المظبوط اللي أستمره. أنا درست يعني كان يجيني أستاذ على البيت وندرس وعالبيانو. ودرست السلم الموسيقي وعرفت النوتات الموسيقية وعرفت المقامات. ما شاء الله. وبعدين كل الباقي كملت لحالي. يعني ما. إجتهادنا. خلنا من السلم. ما أنا بنطلع دير أي متعة اليوم. نروح على. فتنا بالكونسرفاتور. نروح على طول شيء من صوتك. ما أنا بنسمع وائد كلام. نحن بنسمع صوتها. صوت الجميل اليوم يجينا. ما أنا بنوفره. أكيد اليوم الخميس. أكيد مشاهدينا يستمتعون. تحبوا تسمعوا شيء أنتو ولا. ألا راحتك. لا تقول لهم غني غني لمو يغني بروحة. غني اللي تبي. خذ راحتك. موسيقى متغربين أحنا متغربين آه موسيقى تجري السنين وإحنا جرح السنين لا حد آلان خضري فرحنا ولا حد جاب منك كلمات تريحنا تريحنا بس أما تيجي وأنا أحكي لك عالي جارة ومسح دموعي في مندينك عالي جارة بس أما تيجي أه عالي جارة ومسح دموعي في مندينك عالي جارة و ألي قرأ ألي قرأ شو اللي جرأ شو اللي جرأ شو اللي جرأ نحن نعرف شو اللي جرأ هذول أغاني يجب يتغنه هذا يطرب طبعا الواحد اللي ما قاله ماضي ما قاله حاضر يعني هذا مرجعك أساس المنزل اللي أنت كنت فيه كانوا أهلك الله يطرب بعماله ونجولهم تحية كانوا يسمعون الأغاني هذه ربت إذنك على الأغاني الطرابية الأصيلة هذه طبعا طيب أنا عاربت أن أنت تغني عاكوين تغني أغاني دبكة أغاني سريعة طب هذي مود و هذي مود أنت ماذا شايف نفسك فيه طبعا هو شباب ما شاء الله عليه بعده شوفي دائما شوفي ما شاء الله عليه وصوته قوي ما شاء الله دبكة يعني فيك تقولي تراث سوري صار صار تراث سوري غير أنه التراث السوري هو القدود الحلبية اللي نحن نعرفها صار تراث السوري يعني من التراث السوري هي الدبكة نعم والعتابة العتابة اللي هي المواويل اللي على البيات اللي بتبلش بكلمة بتنتهي بكلمة يعني كل جملة بتخلص نفس الكلمة طبعا فيك تقول صارت هلأ تراث يعني ما بقى فينا نتخلى عن هالشي وبعدين كتير شيء حلو يعني أنه الواحد يكون عنده القدرة على الأغاني الدبكة لأنه الجبلي يعني صعب كثير أنه العالم يغنوها إلا إذا كان صوتهم قادر أنه يجيب جبلي صحيح لأنه عربا مختلفة اسلوبا بالغناء مختلف يعني كليا عن الغناء الطربي نزيل هذه الألوان أنت يعني ما شاء الله صوتك سمحلك بأنك تغني ألوان مختلفة لذلك تغني يعني أكثر من لون أنا يعني أعوذ بالله من كلمة أنه العالمي غنيت الطربي بداية أول ما بلشت وشوي شوي صرت أدخل على الجبلي أنا طبعا ما بيجي بتقارن بفنانين جبليين معروفين عنا بسوريا بنوجه لهم تحية كل إن شاء الله بتوصل يوم الأيام أن تكون نفس المستوى بس إنه في عندي الجبلي المظبوط المظبوط زين سفرنا ودينا على الجبلي على رياح والطرب رح نقول لك كم بيت عتابة لا تبكيني ترى أنا قلبي رهيف أيوة عتابة ويجعني قلبي يعورني العتابة هي اسم هي مو عتاب آه يعني ما شخصة سامحني تفضل هي نفس تقولون أنت العرب أنا ما عارش العرب هي غزل هي بيقولون العتابة لا إذا غزل خذر أحتك لا لا أضحا خذر تفضل ولك أخ أخ صيح وأخ صيح وأخ أخ ولك أعطيتك رقم تلفوني تلفني ولك أعطيتك أعطيتك رقم تلفوني ولك تلفني وغيابك يا بعد عيني تلفني ولك لما نلتقي وإيدك والله لما نلتقي وإيدك ولك تلفني ولك بشعر بدبي كأنه بحلام ولك الساليني بجاوبك باليس والويه وزا بدك يا لوي الخصر بلويه ولو قالوا حب الحلوين ولك بلويه بعتوا لي ألف بلويه على حساب معارك إذا عشقتيني معارك عرد القمر من حسنيك معارك والله بدينا بحبك نعمل معارك عن تر ما قملها بالأحرام نعمل عن تر قام يبدو ربي والبهل عن تر المسكين أعطيك العافية قلبي وعيوني ترك لي خلاع عبد الله لذلك أعرف لماذا شارك في البرامج التي ممتشرة بشكل كبير المواهب المسابقات المواهب المسابقات أنا شاركت بمواهب المسابقات وبرامج المواهب المواهب بس من زمان كثير كنت صغير ما كان فيها الخبرة بالموسيقى صوت ما كان ناضج مثل هلا نعم ولسه طبعا الصوت ما بهدي يعني ما بدك ضرع من ضج صار عندك ممكن الآن أنت أغنية فلذلك صعب أنك ترجع للبرامج أو شو رأيك لا ما دخل ما لا دخل قلبي وعيوني لمين هذه أول شيء وإنتاجك الشخصي لقلة مثلا أشركات المنتجة حولك أو ما عجبك البنود الموجودة سنتعرف أكثر على قلبي وعيوني طيب قلبي وعيوني هي قلبي وعيوني آه على متتفاض قلبي وعيوني لمن ما فنت أصدق بالسؤال مين ملهمك كان في الغنية مين ملهمي الغنية مو من كلماتي هي صراحة الغنية بس أنت مانتغني الكلمات إلا إذا حسيت فيها طبعا أكيد معنات في قلب وعيون في الموضوع لازم يكون في قلب وعيون أيوه هاي قلب و هاي سياسي وديبلوماسي لا حلو الغنية صارت بقعدة مع شاب صديقي اسمه خارد لطراش هو إله بالعادة بيكتب خواطر ويكتب شغلات حلوة نعم بقى بين المزح والجد يعني قلت له أنه ليه ما بتكتب غنية يعني قال لي مين قالك إنه ما نكتب غنية هاي غنية بس هي ما كانت كاملة كان لسه المقطع بالضبط هو أنتي قلبي وعيوني وبحبك يا مجنوني والله أنا بدي ياكي لو كل العالم لاموني ألا بس هذا المقطع وكمله بعدين قلت له هاي كتير حلوة يعني إنه لازم تكمل المدخل حلو كان المدخلة كتير حلو سهل وبتعلق بالرأس أهم شيء أنا هي مجنونة هذا أهم شيء أهم شيء طبعا كيف دي حبه إذا ما كانت مجنونة أكيد الحب جنون أنا متتوقع بعدين كمل الغنية وبدأتوا فيها كمل الغنية وكنا أنا ويا طبعا يعني مثل فيك تقولي كتف كتف لك على كل خطوة مع بعض أنت اللحنتها وأنا لحنتها أنت اللحنت نعم جميل يعني صار الآن ما شاء الله مطرب وصار ملحن واحتمال إنه في المستقبل ممكن تكتب كلمات إذا صار في موقف يلهمك أكيد ممكن تكتب أكيد طبعا اللي بيكون في موقف يلهم ليش لا هو الفنان كتلة مشاعر فلا تشاهد معا في حزتها في مشاعر وفي مشاعر الله يستر نزيل راشد راشد الآن أنت خط خطوة بالإنتاج لنفسك طبعا نعرف سوق صار فيه كثير من الناس ولذلك سوق صعب بعد هذا الإنتاج هل الآن أتتك عروض ولا أيضا القادم بتنتجه بنفسك لا حتى القادم دينتجه شو السبب السبب هو أنه ما ضل في إنتاج متل قبل يعني قبل كانوا المطربين إلال الفنانين لنجوم إلال عرفت ما أدنا نقول الفنانين لأنه صار فيه كثير فنانين طبعا فيه نجوم فيه فنانين الفنانين إلال كانوا ينتجوا لهم ويطلعوا منهم أرباح كثير هلأ مع وجود الكمية الهائلة من الفنانين مين بدأوا ينتج؟ التضارب التضارب بعدم الهويلة هل إنتاجك لنفسك يغطي تكاليف؟ هلأ إنتاجي لنفسي؟ هلأ أنا غطيت التكاليف الحمد لله والجاي إن شاء الله بدي أنتجها بنفسي بدون شركة إنتاج لكن إذا كان هناك شركة إنتاج لن نقول لا أكيد لأنه يأتي أحد ينتج لك يساعدك بأنك أنت توصل بأسرع من أحد ينتج لحاله لأن الغنية تكلفتها ليس قليلة لا تكلفت الأغنية ولا تكلفت الفيديو كليب صعب كثير أنه يأتي ينتج لحاله يعمل كمية هائلة من الأغاني والفيديو كليبات أو ألبوم أو إلى آخره إجباري يريد شركة إنتاج لحالك تنتج غنية غنية بين الغنية والغنية ليس غلاط مشوار الميل يبدأ بخطوة واحدة نحن نتمالك كل التوفيق إن شاء الله ومن إنتاجك لنفسك نشوف بعدين راشد الزعيم شركة إنتاج ويساعد أيضا الشباب الواعدة في هذا المجال نحن طبعا وصلنا بسرعة مر علينا الوقت لا حق نأخذ منك أغاني كثير كذيع ما كنت تسئل أسئلنا أباس مع صوت بس نحن بودع مشاهدينا ونترك الوداع الأخير بصوتك الجميل إن شاء الله نحن نودعهم وبعدين أنت تعدهم بأغنية تختم إن شاء الله إذا أعزائي مشاهدين وصلنا معكم إلى ختام حلقتنا مع صوت الطربي نترككم أكيد مع راشد الزعيم إذا الله أحيان نتلاقي معكم يوم الأحد مشاهدين كل شكرا لمتابعتكم اليوم طبعا ونأخذكم في جولة أخيرة مع صوت الطربي طبعا لراشد الزعيم ونحن نشوفكم بإذن الله يوم الأحد القادم طيب راح نغني قلبي وعيوني على راح تكتفضل أه أنا والله بدي إياكي لو كل العالم لاموني كل الناس عني قالوا حبك غير احواله شافوا اسمك بعيوني عشانه شو عباله كل الناس عني يا له حبك غير احواله شافوا اسمك بعيوني عشانه شو عباله انت قلبي وعيوني وبحبك يا مجنوني انا والله بدي اياك لو كل العالم لاموني اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة